موسيقى السلام عليكم و جعنا لكم في حلقة جديدة و انطباعات وان بيس خلونا نبدأ في البداية الحلقة كانت حلوة بسيطة ما بيع الكثير ليشرح الحلقة توضح لك بس ماضي اويا جي شوهيقي اللحي البيضاء ادوارد نيوغيت و ماضي مع ابناء راح كثير من الحلقة في الفلاش باك اجزاء من الفلاش باك كانت جميلة و مرضية و اجزاء ما كان لها موقع من الاعراب سوى ان احلب احلبوا بس لا زالوا في مبدأ ان حلب وتنطيط افضل من الفلا و انا اوافقوا من رأيي بس انا خلاص مليت انا اكون معكم صريح ولكن ان يقل في تابع مانقا مانقا لهذا كان ان اواجد و انا لم اتبع 3 الم ان ابدأ اني من الفلا و انا عاشق للانيمي و صداوع مع الانيمي اعشاق المانقا عشاق المانقا ينتقدون الراسم احيانا ينتقدون التوقف لم يكن من قول بيسك اياً كانت المانجا هنا في عيوب وهنا في عيوب وانا راضي باللي عندي وحابة بعيوبه لكن لابد من اني امتعظ وانتقد اكيد يعني طبيعة انسانية هذه على امام الحقه كان فيها ماضي شوهيقي وكيف بدأ فلاشات تتنقل ومضارات مشاهد هنا وهنا لما نجي نرتبها شوهيقي كان عايش في هذه القرية والقرية هذه كان من فقرها مبقادة تدفع الظرائب للتنانين السماوية عشان تعتبر كدولة حكومية تحت حماية حكومة العالم يعني عشان تصير تحت حماية حكومة العالم والممين لازم تدفع فلوس هنا المصيبة العدها والامر حقيقة جديدة يعني حكومة العالم ما تجيك لذا عندك فلوس ما عندك فلوس موت ما يهمها وهذا ممكن يوضح لنا ليش حكومة العالم تحاول تحافظ على كفة الشيبوكاي والقراصنة لان كل ما كان في قراصنة والشيبوكاي كان يضربون في القرى هذه القرى هذه تدفع لنا فلوس فنحن نجي نحميها رزق الغني عيش رزق الاهبل على مدائمين نسيت المثل على العموم مهم المثل بقدر ما مهم ان احد اطفال هذه القرية اللي بدأ يثور على القراصنة والخاطفين بدأ يضربهم بدأ يسوي لجماعة خرج معهم في البحر في قارب صغير ومن ثم نضم الى طاقم قراصنة كان لكل يجمع كنوزه لا يهتم كل همه ان يكون عائلة خاصة ان نوضح بعد ما انضم له هذا الطاقم انه كان لوحده كبر وخرج وكان اول ما انضم له من طاقمه ماركو والعضاء البقية ماركو ثاتش تيتش جبعدين ايس وليوجين انضمه كبر طاقمه كان يجني الكثير من الكنوز لكن كان يبدو عليه البخل ما كان يشتري ما كان يدلع نفسه ما كان يدلع طاقمه لو ياخذ اكلهم وشربهم بعدين تم الاكتشاف ان هذا تم لانه يرسل كنوزه الى القرية الاخرى لكن قبل 30 او 40 سنة من تكوينه لطاقمه او قبل وفاته في 30 او 40 سنة كان هو في طاقم قراصنة وكانت معاه واحدة اسمها بكين بعد ما مات اللحية البيضاء اتت هذه بكين مع واحد اسمها ادوارد ويفل وتقول له ان ابوك هو اللحية البيضاء وانا زوجة اللحية البيضاء ولازم نبحث عن كنوزه ماركو عاد الى القرية اللي كان يحميها اللحية البيضاء وهي الارث التراث اللي ترك اللحية البيضاء وقاعد يعتني فيها وعالم بقدوم ويفل نيكو ماموشي يقول له منت منظمياننا في حافنا ضد او مهمتنا قال له لا انا لازم ابقى هنا لاني سمعت ان ادوارد ويفل هذا قادم خلف كل شخص يعف اللحية البيضاء يبحث عن كنوزه وما سيصدقني وقلت له انا ما بقى لها القرية ممكن يدمرها فلابد اكون موجود هنا ماركو تقدر اقول اخرج نفسه من الحسبة للأحداث القادمة وتكلم ماركو الى اي درجة كان يحاول يدافع عن كل ما تركه اللحية البيضاء ومعركته مع ادوارد تيتش وكيف ان انا كنت اظن ان قلة العزيمة الغضب الخدعة قد يكون هي سبب هنا اعترف ماركو ان السبب انه سرى قوة ابانك افاقنا بالقوة تيتش انتصر على طاقة من اللحية البيضاء بالقوة الغاشمة هل كانوا كلهم او لا لم يذكره ماركو في حديثه مع نيكو ماموشي فهل ويفل وبكين فعلا يقربون للحية البيضاء ايضا ماركو تجاوز النقطة هذه وما علق عليها نيكو ماموشي وصل مع طاقمة الى الجزيرة والحين لابد له العودة الى وانو فماركو كان يبلغ نيكو ماموشي رسالة يخذ نيكو ماموشي عشان يبلغ هلوفي فاسأل ماركو نيكو ماموشي من عدوكم الان قالوا وانو سندهب الاسقاط امبراطور البحر كايدو هنا ماركو نفسا مفجع وين رايحين شنه تسقط كايدو الاحمق لوفي يعني ماركو مفجع هل هذه الحقيقة هي اللي راح تغير من قرار ماركو وتخليه ينظم شن الاهم عندها الحين عندها وصيتين القرية اللي تركها ارياجي وحماية لوفي وهذي برضو من ارياجي شنه التراث اللي راح يحميه ماركو اخ ايس ووصية ارياجي لوفي ام المدينة اللي افنى ارياجي حياته يجعلها سعيدة ماركو صراحة اذهني في هذه الحلقة بقدراته العلاجية النار اللهب طبعا وهو عنده زون اسطوري الزون الاسطوري هذا يجعل ضربات تمر منه لكنها لا تمر منه فعلا هي تخترق تجرحه ثم هو يقوم بلهب التجديد بحرق الجرح وعادته جديد هنا في الحلقة شرح ماركو ان اللهب هذا لا حدود يعني يجدد الجرح لكن الى حدود معينة ما يقدر يطوار صرف التجديد الى درجات الممكن مع الايقاب ممكن كنت اظن لهب التجديد مفيد لماركو لوحده لكن تبين ان اللهب التجديد لا يساعد الناس ايضا هذا لهب التجديد الخاص بماركو المدينة اللي قاعد يعني يساعدها ماركو شا اقول يعني والله لو لانها وصية اياجي كان قتلى هدها ورح ويفل ويفل ماركو ما تكلم عنه انه اقوى مني او لا ما علق عليه ماركو كثير لكن وعبه من كايدو هذا كان شي قوي من التعليقات الحلوه ان الشانكس اخذ جثمان اس ووياجي جادف انهم بالقرب من القرية هذه لا زال جزء من القرية هذه مدمى وجزء هو اللي عمها السلام يعني ويجي بكنوزه ما قدر يعيد السلام الا الجزء بسيط من القرية هذه ما عاد السلام من القرية كلها ما عمارها كلها فالانه جهد رجل واحد وقالها اني كماموشي ليس كل المال نظيف يعني وليست كل طرق الحصول على المال الشرعية في الزمن اللي طلع فيه التنويوبي وحكومة العالم يعني والله ما ديش اقول اكثر في الحلقة هذه كشفت اشياء بسيطة لكن لو بتكلم عن شغلات معينة فهي ذكريات الحرب المريرة وفات ويجي صراحة اثارت شجوني لكن ما ينفع ان يعطيك انطباعي عنها في علامة التعجب لما تضغط وحتروح للقناة الرسمية القناة اللايب ريكشن الخاصة فيني انا اسف لما تروح هناك وحتشوف انطباعي عن اللحظات الحزينة لذكريات الحرب من الاشياء اللي نتبينها من الحلقة هذه ان ويفل ما حيكون متوجه للتصادم مع ماركو في وانو يعني الهدف مش ماركو بقدم الهدف هو المدينة هذا اللي وضحه ماركو يعني هل هدف انا ام المدينة اذا الهدف ماركو فالافضل لكنك تروح الى وانو معلوب يتخلي التصادم هناك لكن الهدف المدينة لا بد ماركو ان يبقى فيها وشن قوة ويفل يعني شن اللي بيقدار يسويه ماتري لقد الحين ما فهمت شيء العموم يعني كان ودي انطباعي يكون اطوال وكان ودي اني اضيف معلومات اكثر لكن للاسف حسب ما شفنا الحلقة كانت بسيطة جدا ننتظر الحلقات الجاية فعلا كما هو واضح اننا بدينا ننتقل الى بداية وانو بنشوف اشياء حلوة لكن انا ما شفت شيء يعني اقدر اطيل فيه ولا بي اصيل مثلهم وتعود اني احلى بالحلقة فهذا كل ما يقال في الحلقة هذه واخيروا الكلام مقلة ودل وفي النهاية يقول معي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك لا تنسوا انشترك في القناة واللايك والشياء ونشوفكم على خير موسيقى